شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر للتخفيف عن أشقائنا في قطاع غزة في ظل الأزمة الراهنة وأضاف الرئيس السيسي أن مصر حرصت منذ اليوم الأول للعدوان على غزة على أن يكون معبر رفح منفذا لدخول المساعدات لأن خلال الأربع شهور اللي فاتوا على أكتر يتقال كلام بعضه مش دقيق إحنا أبداً مصر طبعاً أنا قلتها بالكلام ده قبل كده والحكومة بتقوله كتير والوزير الخارجية بيقوله كتير لكن أحياناً التكرار بيبقى مهم لتأكيد الرسالة مصر أبداً أبداً لم تغلق القطاع ولكن أسف المنفذ يعني ولكن عشان نعمل حاجة في أوضاع اللي زي كده فيها اقتتال لازم نخلي بالنا أن ما حصلش مشكلة وإحنا بنعمل الإجراء وإحنا كمان بنحبك وكلكم فأنا بس حبيت أشير للنقطة ديت وإحنا إن شاء الله أخلال يا رب اللي يام اللي جاية البسيطة ديت نصل إلى وقف إطلاق النار وتبتدي إغاثة حقيقة لأهلنا في القطاع في المجالات المختلفة فكان لابد أن أقول للكلمتين الصغيرين دول وأيضاً أكد أن إحنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرعي ترجمة نانسي قنقر